صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأن قرار مجلس الأمن بشأن هدى إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح وأضاف أبو الغيط أن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة وليس مجرد الدعوة لهدى إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي المدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال وطلبت الجامعة العربية المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل إنفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده مؤكدة أن هذه الخطوة لا بد أن تعطي ضفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقق وقف فوري لإطلاق نار